الاشعار الحرات مشاهدين نبقى في اجواء الفن ولكن ننتقل من دبي الى بيروت والزميلة منوهبة شكرا فاتن وارحب بجميع المشاهدين مجددا مباشرة من بيروت وقفتنا في هذه الساعة مع ضيفتنا هبا القادري هبا موهوب بمجال الغناء الغربي وتحديدا البوب والرنبي بدأت الغناء من خلال مشاركة بفرق شبابي بتميز بالغناء ايضا هبا وايضا بالعزف بالنمط الغربي بتمتلك موهبة كتابة الاغنيات باللغة الانجليزية ومؤخرا شاركت بمسابقة لبنانية خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي وتأهلت للتصفيات النهائية بالغناء حاليا نعم تحضر لاطلاق اغنية الأولى هبا القادري اهلا وسهلا فيك معنا باليوم على الحرة بدنا هيك نبتدى نحكي عن المسابقة الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي خبرينا شوي كيف هي هالمسابقة وكيف اشتركت فيها هلا مش انه كان فيه اوديشنز او شي لا نشترك فيها في حدا بيعمل نومنيشنز اول شي بيحطوا كذا اسامة والجوجز بنقوا فايناليس فهلا ما بعد ما نقوا هالاخر اربع يلي هني انا وانتني توما وطانيا اسيس بيصير فيه خمسين بالمية تصويت من قبل الجمهور عبر تويتر وفيسبوك وكل شي انترنت اوكي اوكي يعني هيدا هي قلية تصويت للجمهور خمسين بالمية خمسين بالمية والخمسين الباقي لجنة الحكم هلأ بيقف تصويت بخمسة وعشرين اخر هيدا شهر هلأ يعني قريبا طب شو توقعاتك اه ما عندي اي فكرة طب مين بيعاش بك اكتر حدا فيهم يعني انتوني اليوم عم تشوفو بفرنسة عم بذوويس عم يلمع كمان انتوني وطانيا اكيد صوتا بياخد العقل كان ضيفتنا كمان مش من كتير زمان انت هيك مين هيك شو توقعاتك هلأ اكيد حقول ان شاء الله انا اي اكيد فهلأ مين ما ربح يعني هي بالنهاية تلكم اصواتكم اكيد حلوة طب هي امتين ابتدت هالمسابقة الهبا زماني غلطاني من جمعة من جمعة جمعتين اللي عارفنا انه نحنا من الفيناليس طب هبا انا حب يعرف المشاهدين يعني اكتر هيك على صوتك شو حبي تسامعينا هلأ سنسا انا عم بكتبت هاي الغنية عم ان شاء الله بدي نزلها بعد كم يوم اونلاين كمان فبركي بغني مقطع صغير اونلا 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 التواصل الاجتماعي كمانر شهرت كتير ناس مثل بفترة كتير سريعة يمكن في ألافات وحتى في أغنى وصلت إلى ملايين الأشخاص أنه تيبعتها هو أنا أحب بعد نسمع منك أو أه، أوكي، أه، طب طب، أه، طب كمين جعب؟ لا أدال أمي وينهوس أوكي كتب لديتي رأسها أوكي أمي وينهوس أمي وينهوس يوسيقى يقول أنه لا أعرف ويسأكل موسيقى 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 حتى أنا إن شاء الله بكرة بصير بغني شرقي حتى لو هلأ أكتر بحس حالي بالغربة بس أنه عندك صوت الحلو بفتكر أنه إذا بدك تغني كمان شرقي أكيد يعني بده تمرين بس أنه مفروض تقدري تنجحي كمان بهالمجال هبا عندك طموح توصل للعالمية إن شاء الله أكيد أكيد بس هلأ أنا ببلشتها كهواية وإذا ما لقيت الناس المناسبة حوالي والمنتجين المناسبين واللي بيقدروا بشوف فيهم أنه بيقدروا يواصلوني ويكون شغل يعني حلو ومرتب حتى الضال هواية بس إن شاء الله إذا يعني الله بريد هبا كيف بلشت هيد الموهبة عندك نحكي بسرعة هيك شويل أنه نحكي كمان عن الكتابة نحن يعني أهلي ولا مرة عارضوا على هالشي يعني نحب كلنا نحب نغني بالبيت فكان ما كان في من هالناحية عائق فأخذت كان بالجامعة خصوصا وقتفتت على الميوزيك كلاب وكانت مع فرقة وهيك مثل شفت أدي أنا بحبها حسيت أدي أنا عن جد بحبها وبحب كون على المسرح وبحب بغني وسندوني دايما ورجعت كمالت أخدت لقيت أنه ما بقدة أخدت مع معلمة دكتور ديم ديب ودايما بتمرن وهلأ عم بعمل شيء أكتر منفرد فإن شاء الله كمان بني الإعجاب أكيد إن شاء الله بنرجع من استضيفك يعني من بعد الأغنية من بعد إصدار الأغنية هلأ حاليا عم تكتبك هلأ دايما كنت أكتب بس هاي أول مرة بقرر أنه خليني أعمل شي منا لل كنت أكتب دايما لحالي يعني كون قاعدة بيجعبها لأكتب وهلأ أتعرفت على ناس كتير شاطرين بهالمجال وعندن خبرة نوع من خبرة بس كمان عم يعملوها هواية مثل هواية وفي حتى أنه عم بيعملوهن لألون بعدها بي يعني إطار الهواية طب التكلفة هبامة يعني التكلفة كبيرة لحدا بدي يخد مجال الفن مين رح يدعمك هلأ مثل ما قالت هلأ بعدنا عم بعملها عم مثل عم أكسperimenting بس عم شوف شو هيطلع مني وكيف حتطلع الغنية وإذا تعرفت على الناس المناسبة بساعتها بتحبي تغني بشكل منفرد أو ما عندك مشكل تغني ضمن فرقة أو مجموعة لأنه عملت أردي بال يعني عادة سنتين ثلاثة مع فرقة تفضل هلأ متل حاسة أنا جاهزة أكتر أعمل شي منفرد نتمنى لك توفي شكرا للمشاركتك معنا هيك من حب نحطة دايما نغطي يعني هيك نحكي عن مواهب الشباب شكرا لمشاركتك معنا هيب القادري أهلا وسهلا فيك معنا باليوم على الحراء مشاهدين بعد قليل نصائح في حسن قراءة ملصقات المواد الغذائية الخاصة بالحمية وفي كيفية اختيار الأفضل منها ابقوا معنا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر